تسببت هجمات الحوثيين بأضرار وخسائر اقتصادية فادحة لممرات الملاحة في البحر الأحمر والتي تمر من خلالها السفن التجارية محملة بـ 12% من حجم التجارة العالمية وتحملت شركات الشحن الخسائر المباشرة للهجمات المتزايدة وفق تقرير صادر عن شركة فيتس المختصة في عمليات الشحن والنقل البحري هذا التقرير الذي كشف أن أسعار شحن الحاويات على المدى القصير بين آسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية زادت بنسبة 173% فعليا وبحسب التقرير تجاوز السعر الفوري لشحن البضائع في حاوية من آسيا إلى شمال أوروبا 4000 دولار بعدما كان متوسط سعر الشحن في حدود 1900 دولار أما شحن بضائع في حاوية بين أسواق آسيا والسحر الشرقي الأمريكي ارتفعت تكاليفها بنسبة 55% تقريبا ووصل سعرها حاليا إلى 3900 دولار لهذا السبب علقت شركتين نقل البحري MSC، أسويسرية وميرسك الدانيماركية الرحلات عبر البحر الأحمر منذ منتصف ديسمبر واستبدلتا الطريق برأس الرجاء الصالح جنوب إفريقيا لكن لم تكن الشركتين وحدهما من تأثر بهذه الهجمات فالمتضرر الكبير هي إسرائيل لأن التجارة البحرية تستحوذ على 70% من وارداتها كما أن التجارة عبر البحر الأحمر الذي بات مصرحا لهجمات الحوثيين هذا الأمر يساهم في اقتصاد إسرائيل بنحو 35% ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر